أسف الشديد الحكومة الشرعية غائبة الميليشيات المسلحة مسيطرة على الأرض مسيطرة على العاصمة وعلى المنظمات الدولية هذا التناسب العكسي ما بين الأمرين جعل فجوة كبيرة جدا هي التي أوجدت لنا هذا الخلل فيما يتعلق بحتى عملية الدعم في المساعدة الإنسانية وليس فقط في جانب الغذاء المنظمات الدولية تقول بأنها يجب أن تتعامل مع سلطة الأمر الواقع لأن سلطة الأمر الواقع تسيطر على أغلب مناطق الكثافة السكانية في الجمهورية اليمنية هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة وإذا لم يتم التعامل مع سلطة الأمر الواقع وتسيير حتى الكثير من أجندة هذه سلطة الأمر الواقع وهي مليشية الحوثي فإنها لن تستطيع ولن تتمكن من ممارسة نشاطها هذا مبرر يعني منطقي وإنساني أيضا يعني يجب أن نكون أيضا نحن واقعيين أين الحكومة الشرعية من عام 2014 2015 وحتى اليوم لم تستطع أن توجد منطقة آمنة وأن تضغط باتجاه نقل المنظمات الدولية لنشاطها ومكاتبها وما إلى ذلك إلى عدن أو حضرموت أو مناطق أخرى من 85% التي تتحدث من قبل خمس سنوات أنها تسيطر عليها من الأراضي اليمنية لم تستطع أن تؤمن منطقة حتى مديرية يتنتقل فيها المنظمات الدولية